تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أول أوتوبيس يتم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبعي ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربي والبترول والسروة المعدنية وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة يأتي تنفيذ البروتوكول في إطار توجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبعي أضف محافظ القاهرة أن التعديلات تشمل أيضا أعمل رفع كفاءة الأوتوبيسات داخليا وخارجيا لتليق بالمواطن المصري في ظل مبادرة حياة كريمة وتوفير وسيلة مواصلة اللائقة بالمواطنين تحافظ على المظهر الحضري والجمالي للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيسي وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي